ليست طبيعية ولا أثر لحركة اعتاد الناس هنا على اكتظادها بشكل يومي أو هكذا تبدو حركة السوق في محافظة الجوف بعد تأثرها السريع من انهار العملة المحلية وما نجم عنها من ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة أزمة اقتصادية تجاوزت ظروف الواقع المنكوب بالحرب وضاعفت من أعباء المعيشة التي لم يشألك منذ سنوات طويلة أن تستقر أو تتعافى في بلد أنهكت الحروب وصراعات والمواطن وحده الضحية هناك ارتفاع جنوني في الأسعار مع ازدياد العملة المواطن هو الضحية أيضا بعض الناس هناك مقاولين تقاولوا في العملة اليمنية موجة سعرية خانقة فاقت توقعات المواطنين والتجار على حد سوا ووصلت نسبة ارتفاعها إلى 50% وتزيد في بعض السلع والمواد الغذائية في حين لا خيار أمام المواطنين وقدرتكم الشرائية العاجزة أن توفير أدنى مستويات العيش سوى مطالبة الجهات المعنية وعلى رأسها حكومة الشرعية بسرعة إنقاذ العملة المحلية ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار باعتبارها مسؤولة عن حياة المواطنين واستقرار وضعهم المعيشي في المناطق المحررة على وجه الخصوص أيضا نطالب الحكومة الشرعية ممثلة برئيسة القمورية عبد الرب المصرهادي إنقاذ العملة اليمنية مقابل العملات الخارجية إنقاذ العملة المحلية عبارة تختصر واقع البلاد وما آلت إليه من كوارث قد لا تتوقف عند هذا القدر من ضياع العملة الوطنية فالمجاعة وانتشار الأمراض جزء من تداعية الأزمة وفق تقديرات مراقبين لا سيما في ظل التحشيد لاستمرار الحربي وطمع التجار ليبقى المصير مجهولا ومعه توسلات هذه الأم الطاعنة في السن وأمثاله الكثير في موسم الجفاف ممن ينشدون رغيفا هادئا وأمانا ولا سبيل إلى ذلك على قلق تمضي الأيام هنا وفق معادلة الأزمة الاقتصادية غير المتكافئة لتبقى رهانات هؤلاء في النجاة من طوفان الأزمة أقل بكثير من تربص تجار الصراعي وشهية استمرار الحرب علي الجرادي قناة بلقيس الجوف